تحقق بانتظام من الإحاءات السلبية التي يرسلها إليك الآخرون لأنك لست مضطرا للتأثر بإحاءات الغير التي سبق وعانين منها جميعا في مرحلة الطفولة والمراهقة فلو عدت بذاكرتك إلى الوراء ستتذكر بسهولة كيف ساهم كل من والديك وأصدقائك وأقربائك ومعلميك وحتى زملائك في حملة الإحاءات السلبية هذه ولو تمعنت في الأشياء التي قيلت لك ستكتشف أن أغلبها جاء على شكل دعاية مضلة تهدف إلى السيطرة عليك وغرس الخوف داخل عقلك تحدث عملية الإحاء الخارجي في كل منزل ومكتب ومصنع ونادم والغرض وراء العديد من هذه الإحاءات هو أن تفكر وتشعر وتتصرف كما يريد الآخرون وبالطرق التي تصب في مصلحتهم كيف قتل الإحاء إنسانا؟ إليك مثالا عن الإحاء الخارجي ذهب أحد أقاربي إلى عرافة في الهند فأخبرته أن قلبه ضعيف وأنه سيموت عند اكتمال البدر المقبل فهرع الرجل إلى إخبار جميع أفراد العائلة بهذه النبوءة وقام بكتابة وصيته استطاع هذا الإحاء الخطير الدخول إلى عقله الباطن لأنه قبل به بشكل كامل كما أخبرني أن تلك العرافة مشهورة بقواها السحرية الغريبة القادرة على إلحاق الأذى أو جلب الخير لأي شخص ولأنه آمن بذلك فقد مات من دون أن يعلم أنه هو نفسه من تسبب في موته أظن أن الكثير مننا قد سمع بقصص مضحكة وسخيفة وخرافية كهذه القصة دعونا نلقي الضوء على ما حدث في سياق معرفتنا بطريقة عمل العقل الباطن مهما كان اعتقاد العقل الظاهر والمنطقي للإنسان فإن العقل الباطن سيقبله ويعمل به فعندما ذهب قريبي لمقابلة العرافة كان سعيدا وكان يتمتع بصحة جيدة ونشاط وقوة لكنه قابل إيحاءها السلبي وأصابه الظعر وظل يفكر بأنه سيموت فور اكتمال البدر المقبل وبدأ يستعد لنهايته لقد حدث كل شيء داخل عقله وكان تفكيره الخاص هو السبب في الموت أو الدمار الجسدي الذي جلبه لنفسه من خلال خوفه وتوقعه للنهاية أما العرافة التي تنبأت بموته فلم تكن لها أية قوة تذكر ولم يكن لإيحائها أية قبرة على تحقيق النهاية التي تنبأت بها ولو كان قريب على دراية بقوانين عقله لرفض الإيحاء السلبية تماما ولم يعر لكلامها أية أهمية لأنه يعلم في قلبه أن تفكيره ومشاعره الخاصة هو ما يتحكم به ويسيطر عليه ولأطلت نبوءة العرافة وتبددت بالكامل كما تتبدد أسهم الصفيحي في مواجهة سفينة مدرعة ليس لإيحاءات الآخرين في حد ذاتها أية سلطة عليك ما لم تمنحها تلك السلطة بنفسك من خلال تفكيرك الخاص وموافقتك العقلية وتقبلك للفكرة التي تتحول عندها إلى فكرة ونمط تفكير خاص بك تذكر أن لديك القدرة على الاختيار فاختر الحياة والحب والصحة قوة المقدمة المنطقية الكبرى يعمل عقلك بطريقة القياس المنطقي مما يعني أن أية مقدمة منطقية يفترض عقلك الظاهر صحتها تحدد الاستنتاج الذي يصل إليه عقلك الباطن فيما يتعلق بأي سؤال أو مشكلة معينة في عقلك الظاهر فإذا كانت مقدمتك المنطقية صحيحة يجب أن يكون الاستنتاج صحيحا أيضا كما في المثال التالي كل فضيلة جديرة بالثناء اللطف فضيلة إذن فاللطف جدير بالثناء إليك مثالا آخر كل الأشياء المشيدة تتغير وتزول أهرامات مصر مشيدة إذن فأهرامات مصر آيلة إلى الزوال يشار إلى العبارة الأولى بالمقدمة المنطقية الكبرى وبالضرورة يجب أن يتبع الاستنتاج الصحيح المقدمة الصحيحة قال لي أستاذ جامعي حضر بعض محاضراتي عن علم العقل في أيار عام 1962 في قاعة تاون هول في مدينة يويورك إن كل ما في حياتي تسوده الفوضى لقد خسرت صحتي وثروتي وأصدقائي كما أنني أفسد كل ما تقع يدي عليه شرحت له آنذاك أهمية وضع مقدمة منطقية كبرى في عقله وهي أن الذكاء اللامتناهي لعقله الباطن سيرشده ويوجهه ويثريه روحيا وعقليا وماديا وعندها فقط سيوجهه عقله الباطن بشكل تلقائي وبحكمة في استثماراته وقراراته وسيشفي جسده ويعيد إلى عقله السلامة والهدوء قام الأستاذ بصياغة صورة شاملة عن الحياة التي أرادها لنفسه وكانت هذه فرضيته المنطقية الكبرى إن الذكاء اللامتناهي يقودني ويوجهني على الدوام والصحة الجيدة ملكي وقانون الانسجام يعمل في عقلي وجسدي الجمال والحب والسلام ملكي ومبدأ التصرف السليم والنظام الإلهي يحكم حياتي بأكملها أعلم أن مقدمة المنطقية الكبرى تقوم على الحقائق الأبدية للحياة كما أعلم وأشعر وأؤمن أن عقلي الباطن يستجيب وفقا لطبيعة تفكير عقلي الظاهر وكتب لي ما يلي قمت بتكرار العبارات السابقة ببطء وهدوء وشغف عدة مرات يوميا وأنا على يقين بأنها راسخة في عماق عقلي الباطن وأن نتائجها لا بد أن تظهر إنني ممتن بصدق لإجرائك تلك المقابلة معي وأود أن أضيف أن كل جوانب حياتي باتت تتغير إلى الأفضل لقد نجح ذلك بالفعل العقل الباطن لا يناقش بشكل جدلي يتسم عقلك الباطن بالحكمة ويعرف الإجابة عن جميع الأسئلة فهو لا يجادلك ولا يحاورك فلا يقول لك مثلا لا يجب عليك ترسيخ هذه الفكرة بداخلي وعلى سبيل المثال عندما تقول لا أستطيع القيام بذلك أو لقد كبرت على فعل ذلك أو لا أستطيع الوفاء بهذا الالتزام أو لقد ولدت بحظ قليل أو لم أحظى بالشخص المناسب فأنت تغرس هذه الأفكار السلبية داخل عقلك الباطن الذي سيستجيب وفقا لها بل أنت في الواقع تحجب الخير عن نفسك وبالتالي تجلب الفقرة والعجزة والإحباط إلى حياتك وعندما تضع العوائق والعقبات والمعوقات في عقلك الظاهر فأنت تنكر الحكمة والذكاء الكامن في عقلك الباطن وكأنك تقول إنه عاجز عن حل مشكلتك مما يؤدي إلى الاحتقان العقلي والعاطفي ومن ثم المرض والتوتر العصبي ولكي تحقق رغبتك وتتغلب على الإحباط ردد هذه العبارات بحزم عدة مرات في اليوم إن الذكاء اللامتناهي الذي منحني هذه الرغبة يقودني ويرشدني وهو يكشف لي عن الخطة المثالية التي من شأنها أن تحقق رغبتي وأنا أعلم بأن الحكمة الكامنة في أعماق عقل الباطن تستجيب لي الآن وبأن ما أشعر به وأتمناه في داخلي يعبر عنه بشكل خارجي فهناك توازن واتزان إذا كنت تقول لنفسك ليس هناك أمل إنني ضائع ولا سبيل للخروج من هذا المأزق أنا عاجز ومحاصر فلن تحصل على أي إجابة أو رد من عقلك الباطن أما إذا أردت له أن يعمل في خدمتك فعليك أن تطلب بشكل صحيح لتحصل على دعمه ولتعلم أنه يعمل من أجلك على الدوام ويتحكم في مضك وتنفسك في كل ثانية ويشفي كل جراحك فهو ميال إلى الحياة ويسعى إلى رعايتك وحظك إلى الأبد كما أن لعقلك الباطن عقلا خاصا به لكنه في النهاية يقبل أنماط تفكيرك وتخيلاتك عندما تشرع في البحث عن حل لمشكلة ما فإن عقلك الباطن سيستجيب لك لكنه يتوقع منك التوصل إلى قرار وحكم صابق من خلال عقلك الواعي ويجب أن تعترف بأن الإجابة تكمل في عقلك الباطن ومع ذلك فإذا قلت لا أعتقد أن هناك مخرجا إنني مشوش الذهن ومرتبك لما لا أحصل على إجابة؟ فإنك تبطل تأثير صلاتك وتصبح في هذه الحالة كجندي يراوح الخطة من دون أن يصل إلى أي مكان ضع عقلك في حالة سكون واسترخي واصرف ذهنك عن أي شيء ثم كرر العبارات التالية بحزم إن عقلي الباطن يعرف الإجابة وهو يستجيب لي الآن الحمد لله أنني أعلم بأن الذكاء اللامتناهي لعقلي الباطن يعرف كل شيء وهو الآن يكشف لي الإجابة الكاملة إن إيماني الراسخ يحرر سلطان عقل الباطن ومجدة وذلك يغمرني بالسعادة مراجعة للنقاط البارزة أولا إن فكرت في الخير فسيأتي إليك وإن فكرت في الشر فسيأتي إليك ما أنت إلا صورة انعكاسية عما تفكر به طوال اليوم ثانيا إن عقلك الباطن لا يجادلك بل يقبل بكل ما يمليه عليه عقلك الظاهر على سبيل المثال لا يجب أن تقول لا أستطيع شراء هذا الشيء ولو كان ذلك صحيحا بل انتقي فكرة أو أمرا أفضل وقل سأشتريه لأن عقلي قبل به ثالثا طالما لديك القدر على الاختيار فاختر الصحة والسعادة وطالما تمتلك الخيار في أن تكون شخصا لطيفا أو غير لطيف فاختر أن تكون متعاونا ومرحا وودودا ومحبا وسترى كيف سيستجيب لك العالم برمته إذ تعتبر هذه الوسيلة الأفضل في بناء شخصية رائعة رابعا إن عقلك الظاهر هو حائص البوابة الذي تتمثل وظيفته الرئيسية في حماية عقلك الباطن من الانطباعات الخاطئة فاختر الإيمان بأن الأشياء الجيدة ستحدث وبأنها تحدث الآن ولأن قوتك العظيمة تكمن في قدرتك على الاختيار عليك أن تختار السعادة والوفرة خامسا ليس لإيحاءات الآخرين أو أقوالهم أي قدرة على إيذائك لأن نمط التفكير الخاص بك هو الوحيد القادر على ذلك أما أنت فيمكنك أن تختار رفض هذه الأفكار والأقوال وأن تنتقل جيد منها كما يمكنك اختيار ردة فعلك تجاه كل الأمور سادسا راقب ما تقول وانتبه لكل كلمات تتفوع بها وإياك والقول سأفشل أو سأخسر وظيفتي أو لن أتمكن من دفع الإيجار فعقلك الباطن لا يأخذ الأمور على سبيل الدعابة بل يبدأ في تنفيذها على الفور سابعا إن عقلك الباطن ليس شريرا فليس هناك قوة شريرة في الطبيعة بل يعتمد الأمر على كيفية استخدامك لهذه القوة لذا عليك أن تستخدم عقلك في جلب النعمة والشفاء وإلهام الناس في كل مكان ثامنا إياك أن تقول لا أستطيع تغلب على مخاوفك باستبدال هذه العبارة بعبارة أستطيع فعل أي شيء من خلال قوة عقل الباطن تاسعا ابدأ بالتفكير من منظور الحقائق ومبادئ الحياة الأزلية لا من منظور الخوف والجهر والخرافات ولا تدع الآخرين يفكرون عوضا عنه بل اختر أفكارك واتخذ قراراتك بنفسك عاشرا أنت قائد روحك عقلك الباطن وسيد مصيرك تذكر أن لديك القدرة على الاختيار واختر الحياة والحب والصحة والسعادة أحد عشر أي أن كان ما يفطرد عقلك الظاهر صحته ويؤمن به فإن عقلك الباطن سيقبله ويعمل على تحقيقه لذا عليك أن تؤمن بالخير والهديي الإلهي والسلوك السليم بل عليك أن تؤمن بنعم الحياة كافة 3- قدرة عقلك الباطن على صنع المعجزات لعقلك الباطن قدرة هائلة تلهمك وترشدك وتبوح لك بالأسماء والحقائق والمشاهد المخزنة في مستودع ذاكرتك لعقلك الباطن القدرة على أن يحيي قلبك بل وأن يتحكم بدورتك الدموية والنظم عمليات الهضم والامتصاص والقرح داخل جسدك فمثلا عندما تأكل قطعة من الخبز يقوم عقلك الباطن بتحويلها إلى أنسجة وعضلات وعظم ودم وهذه العملية بحد ذاتها خارجة عن طاق فهم وإدراك أكثر الأشخاص حكمة على وجه الأرض ولا تتوقف قدرته هنا فحسب بل له القدرة أيضا في التحكم بجميع العمليات والوظائف الحيوية التي تجري داخل جسمك والقدرة في معرفة الحلول لكل مشاكلك إن عقلك الباطن لا ينام ولا يرتاح أبدا فهو دائم العمل ويمكنك اكتشاف قوته الصانعة للمعجزات عن طريق إخباره بوضوح عن رغبتك في تحقيق شيء ما قبل الخلود إلى النوم وستتفاجأ وستسعد بقدرات القوى الكامنة بداخلك التي ستتحرر لاحقا لتحقيق النتيجة المرجوة إذن يعتبر العقل الباطن مصدر القوة والحكمة التي تضعك على اتصال مع القدرة الكلية أو القوة التي تحرك العالم وتسير الكواكب ضمن مساراتها وتتسبب في شروق الشمس وهو أيضا مصدر المثل العليا والتطلعات ودوافع الإيثار وخدمة الغير ومن خلاله استطاع عظماء كبار مثل شيكسبير فهم الحقائق العظيمة التي كانت خفية عن الأشخاص العاديين في وقته وبلا شك فإنما ساعد النحات اليوناني فيدياس في تصوير الجمال والنظام والتناظر والتناسب في الأحجام مستخدما الرخام والبرونز واستجابة عقله الباطن وهي أيضا مساعد الفنان الإيطالي رافايل في رسم لوحته المادونة ولودفيك فان بيتهوفن على تلحيل سينفونياته الرائعة ألقيت في عام 1955 محاضرة في جامعة يوغا فوريست في ريشي كيش الهند ووقتها كان لي حديث مع جراح طادم من مومباي وكان قد أخبرني قصة طبيب يدعى جيمس إزديل وهو جراح سكوتلندي كان يعمل في البنغال قبل اكتشاف الأثير المخدر أو غيره من مواد التخدير قام الدكتور إزديل بين عامي 1843 و 1846 بإجراء حوالي 400 عملية جراحية كبيرة من جميع الأنواع كالباتر واستئصال الأورام والكتل السلطانية فضلا عن عمليات العين والأنف والحنجرة والمفاجأة أن جميعها أجريت تحت تأثير التخدير العقلي فقط أخبرني الطبيب الهندي في ريشيكيش إن معدل وفيات المرضى بعد العمليات الجراحية التي أجراها الدكتور إزديل كان منخفضا جدا لا يتجاوز واحدا أو اثنين في المئة وإن المرضى لم يشعروا بأي ألم ولم تحدث أي حالة وفاة خلال العمليات كان الدكتور إزديل يحيل العقل الباطن لمرضاه الذين يضعهم في حالة تنويم مغناطيسي أنهم لن يصابوا بأي عدوى تانية وكل هذا جاء قبل اكتشاف الويس باستور وجوزيف ليستر وغيرهم للمنشأ البكتيري للأمراض وأسباب العدوى الناجمة عن استخدام الأدوات غير المعقمة والكائنات الممرضة قال الجراح الهندي إن السبب في انخفاض معدل الوفيات والغياب العام لحالات الإصابة بالعدوى التي انخفضت للحد الأدنى كان بلا شك نتيجة لإيحاءات الدكتور إزديل إلى العقل الباطن لمرضاه الذين استجابوا بدورهم لطبيعة إيحائه ولك أن تتصور مدى روعة الأمر في أن يستطيع جراح منذ أكثر من 120 عاما أن يكتشف القوى الخارقة للعقل الباطن دعنا نتفكر في إدراكاتها الخارج عن نطاق الحواس كالاستبصار والجلاء السمعي وفي خروجها عن قيود الزمان والمكان وفي قدرتها على تحريرك من جميع أشكال الآلم والمعاناة وإيجاد الحلول لجميع مشاكلك مهما كان نوعها كل ذلك وغيره الكثير يكشف أن داخلك قوة وذكاء من نوع ما يتفوق بجدار على ذكائك الخاص ويتركك حائرا أمام عظمة ذلك كله كما أن كل هذه التجارب تجعلك تبتهج وتؤمن بقدرة عقلك الباطن على صنع المعجزات عقلك الباطن هو كتاب حياتك مهما كانت الأفكار والمعتقدات والأراء ومظريات والعقائب التي تضعها أو ترسخها في عقلك الباطن أو تؤثر بها عليه فإنه سيجسدها بشكل موضعي من خلال الظروف والأحداث الخارجية فكل ما تضعه في الداخل ستواجهه في الخارج هناك جانبان لحياتك موضعي وذاتي ومرئي وخفي وفكرة وتجسيدها يتم استقبال الأفكار عن طريق الدماغ العضو الجسدي لعقلك الظاهر وعندما يقبل عقلك الظاهر أو الذاتي فكرة ما بشكل كامل يتم إرسالها إلى الضفيرة الشمسية التي تسمى بدماغ العقل حيث تنضج ومن ثم تتجسد في تجربتك الشخصية وكما ذكر مسبقا فإن عقلك الباطن لا يجادل بل يعمل وفقا لما تمليه عليه ويقبل بأحكامك الخاصة واستنتاجات عقلك الظاهر على أنها حاسمة وقطعية لهذا فأنت تكتب في كتاب حياتك بشكل مستمر لأن أفكارك تتحول إلى تجارب وكما قال كاتب المقالات الأمريكي رالف والدو إمرسون الإنسان صورة عكاسية عما يفكر به طوال اليوم العقل الباطن يعبر عما يؤثر فيه قال ويليام جيمس مؤسس علم النفس الأمريكي إن القوة الكاملة في عقلك الباطن كفيرة بتحريك العالم فعقلك الباطن يتمتع بذكاء وحكمة لا متناهيين وهو يتغذى من مصادر خفية وذلك ما سمه بقانون الحياة وأيا كان ما تؤثر به على عقلك الباطن فإنه سيفعل المستحيل لتحقيقه لذا ينبغي لك أن تؤثر عليه بأفكار صحيحة وبناء يعود السبب الرئيسي وراء كل هذه الفوضى والبؤس في العالم إلى عدم فهم الناس لما هي التفاعل بين عقلهم الظاهر والباطن وهم لا يدركون مدى بساطة الأمر في أنك لو جعلت هذين المبدأين يعملان بانسجام وتوافق وسلام وتزام فإنك ستتمتع بالصحة والسعادة والسلام ولن يكون هناك مكان للمرض أو الاضطراب فتح ضريح قرمس الهرامسة وسط حالة من الترقب والدهشة لاعتقاد الناس بأن السر الأعظم عبر العصور كان يوجد بداخله وهو كما في الداخل يكون الخارج وكما في الظاهر يكون الباطن وبعبارة أخرى إن الشيء الذي يؤثر في عقلك الباطن يتم التعبير عنه في الظاهر وهذا ما ناد به كل من موسى وعيسى وأشعيا وبوذا وزردشت والعودزي وجميع المتنورين عبر العصور بالنهاية كل ما تشعر بصحته ذاتيا يظهر على شكل ظروف وتجارب وأحداث كما يجب تحقيق توازن بين الحركة والعاطفة لأن ما هو موجود في السماء في عقلك سيظهر على الأرض في جسدك وبيئتك وهذا هو القانون العظيم للحياة أينما نظرت في الطبيعة ستجد قانوني الفعل وردة الفعل والسكون والحركة ألذين تجب موازنتهما لتحقيق الانسجام والاتزام وجودك في هذا العالم يعني أن تدعم بادئ الحياة تتدفق من خلالك بانسجام وتناغم بحيث يتساوى ما يدخل وما يخرج منها ويتساوى الانطباع والتعبير إن كل ما تتعرض له من خيبات أمل تنتج عن رغباتك غير المحققة وإذا ما كنت تفكر بطريقة سلبية وهدامة وفاسدة فإن هذه الأفكار ستولد بدورها مشاعر هدامة يعبر عنها بشكل خارجي ولأن هذه المشاعر هي ذات طبيعة سلبية فغالبا ما يتم ذلك على شكل قرحات ومشاكل قلبية وتوتر وطلق كل جزء منك يعبر عن الشعور الذي يعتريك وعن الفكرة التي تدور برأسك الآن فحيويتك وجسدك وحالتك المادية وأصدقاؤك ووضعك الاجتماعي جميع ذلك يمثل عكاسا دقيقا لفكرتك هذا وهذا هو المعنى الحقيقي لانطباعات عقلك الباطن التي يعبر عنها في جميع مراحل حياتك لابد أن حجم الضرر الذي نلحقه بأنفسنا كبير بمجرد أن تقبلنا الأفكار السلبية وعززناها بداخلنا فكم من مرة آذيت نسك بمشاعر الغضب والخوف والغيرة والرغبة في الانتقام إن هذه المشاعر هي الصموم التي تدخل عقلك الباطن ولم تلد بها لذا عليك أن تغذي عقلك الباطن بالأفكار البناءة وأن تطرد الأفكار السلبية العالقة فيه وإذا ما استمريت في فعل ذلك فسيمحى الماضي بأكمله ولن يبقى له أثر في ذاكرتك العقل الباطن يشفي سلطان الجلد لطالما كان الشفاء الذاتي من أكثر الأدلة إقناعا على قوة الشفاء التي يتمتع بها العقل الباطن فمنذ أكثر من أربعين عاما استطعت الشفاء من ورم جلدي خبيث عن طريق الصلاة بعد أن فشل العلاج الطبي في الحد من انتشار المرض الذي أخذ يزداد سوءا بشكل تدريجي شرح لذاتا يوم راجل دين ذو معرفة نفسية عميقة أن الله الذي أدع جميع أعضائي وشكلها من مجرد خلية مجهرية قادرة على إعادة بناء جسد وشفائه من خلال النظام المطقن لعقل الباطن وبعد ذلك قراني ساعة يده وقال إن لهذه الساعة صانع وقد كانت عبارة عن فكرة في عقله قبل أن يحولها إلى شيء مادي ملموس وبما أنه كان قادرا على صمعها فلابد أنه قادر على إصلاح أي عقل يصيبها أيضا لقد نبهني هذا الشخص إلى أن الذكاء الباطن الله الذي خلق جسدي هو بمثابة صانع الساعة الذي يعرف تمام المعرفة كيف يشفي جميع الوظائف والعمليات الحيوية داخلها ويرممها ويوجهها أما أنا فما علي إلا أن أؤمن بفكرة الصحة لكي يفوز بالشفاء فما قدمه لي في هذه الحالة كان أشبه بالسبب والنتيجة لذلك قمت بتلاوة صلاة بسيطة كما يلي إن الذكاء اللامتناهي لعقلي الباطن الله خلق الجسدي وجميع أعضائي وهو وحده قادر على شفائي كما أن حكمته أبدعت جميع الأعضاء والأنسجة والعضلات والعظم داخل جسدي وهذه القدرة المطلقة على الشفاء تحول كل ذرة في كياني وتشفيها أحمد الله على نعمة الشفاء وأعلم أنها تعمل في داخل الآن فما أروع صنيع الخالق كنت أصلي بصوت عال لمدة خمس دقائق مرتين أو ثلاث مرات يوميا مكررا هذه الصلاة البسيطة وبعد ثلاثة أشهر تقريبا أصبح جلدي سليما ومعافا وكما ترى فإن كل ما فعلته هو أنني أرسلت أنماطا من التفكير المفعم بالحياة والجمال والكمال إلى عقلي الباطن وذلك لتمسي جميع الصور وأماطي التفكير السلبية العالقة فيه والتي كانت السبب في كل مشاكل إذ لا يمكن لأي مرض أن يظهر على جسدك ما لم يكن هناك مثيل ذهني له في عقلك وحين تبدأ في التفكير بطريقة إيجابية عندها ستستطيع تغيير جسدك وهذا أول أساس لكل شفاء كيف يتحكم العقل الباطن بجميع وظائف الجسم؟ سواء كنت مستيقظا أم كنت تغط في نوم عميق فإن عقلك الباطن بعمله المتواصل وغير المقطع يتحكم في جميع وظائف جسدك الحيوية من دون مساعدة من عقلك الظاهر على سبيل المثال عندما تكون نائما يستمر قلبك بالنبض بشكل منتظم ويستمر الشعر بالنموي على وجهك كما وتستمر رئتك بالعمل لتستمر أنت بعملية الشهيق والزفير التي ينبص دمك من خلالها الهواء النقي بذات الوتيرة التي تتم بها وأنت مستيقظ كما يتحكم عقلك الباطن بعملياتك الهضمية وإفرازاتك الغدية إضافة إلى جميع العمليات الغامضة الأخرى التي تحدث داخل جسمك يقول العلماء إن كمية العرق التي يفرزها الجلد أثناء النوم أكثر بكثير من تلك التي يفرزها خلال فترة الاستيقاظ بالإضافة إلى أن عينيك وأذنيك وحواسك الأخرى تكون نشيطة أثناء النوم على سبيل المثال تلقى العديد من علمائنا العظماء إجابات عن مشاكلهم المحيرة في الحلم خلال نومهم وغالبا ما يتدخل عقلك الظاهر في الإيقاع الطبيعي للقلب والرئتين وفي أداء المعدة والأمعاء وذلك عن طريق إحلال مشاعر القلق والتوتر والخوف والاكتئاب التي تشوش على الأداء المتناغم للعقل الباطن لذا فإنك عندما تشعر بالاضطراب الذهني يكون الإجراء الأفضل لمواجهة ذلك هو الاسترخاء والتوقف عن التفكير تحدث إلى عقلك الباطن واطلب منه أن يتولى زمام الأمور بسلام وانسجام ووفقا للنظام الإلهي سوف تجد أن جميع وظائف جسدك قد عادت إلى طبيعتها لكن احرص على أن تتحدث إليه بقوة وقناعة وسترى كيف سيستجيب لأمرك إن عقلك الباطن يسعى للحفاظ على حياتك وصحتك مهما كلفه الأمر كما يدفعك إلى محبة أولادك ما يكشف أيضا عن رغبته الغريزية في الحفاظ على الحياة على سبيل المثال إذا تناولت بعض الطعام الفاسد عن طريق الخطأ فإن عقلك الباطن سيجعلك تتقيى ما أكلته وإذا تناولت السم عن غير قصد فإن قواه ستتحرك لإبطال مفعوله وبنفس الطريقة فإنك ستستعيد صحتك على أكمل وجه ما إن وثقت بقواه الصانعة للمعجزات كيف تسخر عقلك الباطن لخدمتك؟ إن أهم ما يجب إدراكه هو أن عقلك الباطن يعمل باستمرار وهو نشط ليلا نهارا سواء أظهر ذلك في سلوكك أم لم يظهر فهو بمثابة البناء لجسدك إلا أنك غير قادر على فهم هذه العملية الداخلية الصانعة أو سماعها بشكل دائم لأنك على اتصال مع عقلك الواعي وليس الباطن لذا عليك أن تشغل عقلك الواعي بتوقع الأفضل واحرص على أن تقوم الأفكار التي تراودك بشكل معتاد على كل ما هو جميل وصحيح وعادل وحسن ابدأ من الآن بالاهتمام بعقلك الواعي وكن على يقين في كل من قلبك وعقلك من أن كل ما يعبر عنه عقلك الباطن ويظهره ويجسده خاضع لطريقة تذكيرك المعتادة تذكر أنه تماما كما يأخذ الماء شكل الأنجوب الذي يتدفق خلاله فإن مبدأ الحياة يتدفق خلالك وفقا لطبيعة أفكارك فكر بأن الشفاء الكامن في عقلك الباطن يتدفق خلالك بوفرة على شكل سجام وصحة وسلام